من بومدفع يقول إذا كان الجار يؤذي جاره فهل يجوز ورد الأذى بالأذى لا يجوز ورد الأذى بالأذى كيف زعم ما يرمي لك بيدونزبل قدام دارك انت يترفد بيدونزبل ترميله قدام داره يلصق لك مصمار فالحيط انتعك انت تلصق لهم مصمار فالحيط انتعه هكذا حسبون الله ونعملوك لا لا يجوز ورد الأذى وإنما الأذى شرعا يرد بالحسن بالحسن اسمع إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع يا وليد بومدفع ادفع كأن الله جل جلاله يعلم بالليجي نهار واحد من بومدفع سيسأل هذا السؤال فاستعمل كلمة ادفع ادفع يا وليد بومدفع ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن هو ما يعرضكش للعسة أولاده أنت أروح له وأعرضه للعسة أولادك يرمي لك الزبل قدم بابدارك ارفض عليك الزبل وروح ارميه أصبر واش عليها عندك الآجر أنت مديش هذه العقلية تعزع ما سما أو يشوف فيها رخيص أو يشوف فيها ماشي راجل وعلى هو راجل عليا كيف ها ادفع بالتي هي أحسن ارفضها وارميها وروح باللغلو قولوا يا ودي شفت الناس وش هيدير انت على بالك بلي هو ويرميها قدم بابدارك دخلوش اقدام قولوا شفت الناس وش هيدير انت يا وترنكك تحت رميزبل في الميزبلة ورمي يجيبوه يحطوه قدم بابداري باش ينولي يقول بلي جاريه وليه يعذي فيها يا سبحان الله ها قده يحشم شوية واحد الإمام واحد الإمام صالح راح لوحد القرية في شهر رمضان عايطولو بش يصلي بهم ويقرار يصلي بهم التراويح ما لا هدوك سكال قرية جابوه حطوه في الدار وكل واحد في القرية راودير فيه راسه بلي فلانا وجابلوه العشان وهو ما واحد ما جابلوه العشان الإمام مسكين باتل الجوع غادوا أصبر مسكين غادوا من داك صلى بهم الجمعة قالهم يا ناس يا ناس على بالكم بلي التبذير حرام وربي حاسبكم على التبذير كيف هذا جبتوني البارح واحد جايب سني واتاك الريفات لاخر جايب قدرتها شربة الظلمة الشطيطحة الحلوة الماكلة قالوا مو بعد قاعدوا يروح البيديو ونزبل حرام عليكم خلوا له واش نديروا قالوا من لازم تنضموا أموركم كل يوم واحد يجيب العشان كل يوم نضموا أموركم نادوا نضموا فلان 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 نضموا له أمره ولو كل يوم شكون يجيب له الماكلة بلا ما جرحهم بلا ما مآساء وهم كانوا ظنوا بلي كل واحد فيهم أوجاب له هذا إيمام ما شاء الله واحد الإيمام البرقي كان لما يعيطوا له يعقد لهم الزواج يقولوا له فاضي الشيخ نعقده قبل ومبعدها نفطروا ولا لا لا نفطروا ومبعد نديروا العقد يقولوا مياه سبحان الله وهذه يتحق شوى باينا نفطروا ومبعدها نعقده ولو كما تفهموا شبيناتكم نروحوا بلا فطور شوف كيف الآئمة تتعنش علي عافوية هدروا ويعافوية يديروا الحكايات الشيخ شيبان رضي الله عنه وأرضاه رئيس جمعية علماء المسلمين يروح إلى فندق الأوراسي معلل الخادم انتعوا لما يجوا داخلين كائن مخمرة مالاش يخشيبان كالما يشوفش من يحن دون واضر يقول هذك المساعد انتعوا يا وليدي وشنو هادي لاخرح حشم رئيس جمعية العلماء تقولوا انتا مخمرة قالوا هذو الناس ام يشربوه فهديك الحاجة لحنا يا ما نشربوهاش في الدنيا بس احنا نشربوها في الجنة سماوا دوروا وفهموا الشيخ قالوا يا وليدي قالوا يا واني خايف ما نشربوها لهنا لا في الجنة نقولوا من أصحاب النار شو كيف يهدروا يعفوا يتكلموا الإمام أحد علماء الجزائر الله لا يحضروني اسمه أو عالم كبير كان في سوريا يدي الحذاء انتاول عند الكوردوني بش يليسقهولو يديرو فيلمع يوالي يا غدوا من داك يقولوا ما زلو فيلمع زاد ولا اليوم من تات قالوا ما اصابوا فيلمع قالوا يا ابني واكتر تليسقestar الحذائي قالوا ما زال لازم يبطى فيلمع قالوا انا بعتلك حذائي باش تلسقوا ماشي باش تعلموا السباحة هاكدا قالوا بعتوا لك باش تلسقوا ماشي باش تعلموا السباحة شوف علماءنا العلم ويعافوا يا هضر احنا ناس يجيلك قولك يا الشيخ او كاي الناس يسمعوك يضحكو خليهم يضحكو ماذا بيا يضحكو خير من يبكيو كيفة 132 سنة استعمار 132 سنة استعمارك حل ومبعدها 20 سنة اشتراكية ومبعدها 20 سنة ارهاب وتقطع ريصان ومبعدها تكحب دوك نجي ومانا قال وقال البجرامي خلي الناس مستريحة ان شاء الله قاعد الناس تكون فرحانة وإلى حصة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته